دلوقتي مشاهدين معد موجز الأهم الأخبار معالميا شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توصل الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وأول يوم الأخير لتلقي طلبات الترشح كان المستشار أحمد بن داري رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات أعلن أن رئيس حزب الشعب الجمهورية حازم عمر تقدم بأوراق ترشح إلى الهيئة وأضاف رئيس اللجنة أنه بذلك يصبح العدد الإجمالي لطلبات الترشح المقدمة أربع طلبات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951 شهيدا وارتفع عدد الجرح إلى أكثر من 6500 جريح وأوضحت الوزارة أن الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 في الضفة شهيدا وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 51 شهيدا بعدما استشهد 16 مواطنا من بينهم أطفال بينما ارتفع عدد الجرح إلى أكثر من 950 جريحا وصل إلى المستشفية منهم نحو 300 جريح أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف في قطاع غزة نزحوا باتجاه الجنوب وفقا للتقديرات بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه قبل أمر الإخلاء نزح ما يقرب من 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي أكد وكير الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جرافيث أن النزوح الجماعي لأهل غزة دون تأمين مرور آمن ووصول الخدمة الأساسية له عواقب إنسانية كارثية وتبعات طويلة المدى واعتبر المسؤول الأممي أن الأمر بإجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة يتناقض مع قواعد الحرب والقواعد الإنسانية الأساسية وأن إجبار السكان في قطاع غزة على الانتقال من منطقة إلى أخرى دون توقف القتال وتقديم دعم إنساني أمر خطير ويثير الغضب مشيرا إلى أن غزة تتعرض لقصف مكثف ولما كان آمن فيها يمكن لجوء إليه صرح وزير خارجيات الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر مستحيل تماما تنفيذه وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بيكين في اليوم الأخير من زيارته للصين إن تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يشكل أزمة إنسانية دعا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة ونص مشروع قرار تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي على وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن منددا بشدة بجميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية وقال السفير الروسي فاسيلي بن بنزيا في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك لوضع حد لإراقة الدماء واستئناف مفاوضة السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارساته لحرمان الشعب الفلسطيني ليس فقط من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف بل من أبسط مقاومات الحياة كالماء والدواء جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالا حيث أوضح الرئيس التونسي أن هناك ترتيبا لوضع جديد في المنطقة كلها كما شدد على أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله ضد الاحتلال اختر مسؤول الاتحاد الدولي للريشة الطائرة في مصر لمنحة لمدة أربع سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لتطوير اللعبة في كافة مجالاتها بعد المستوى المبهر والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الريشة الطائرة خلال الآونات الأخيرة من العنشنط المحلية والمشاركات الدولية وعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية وزيادة عدد الأندية ونشر اللعبة في مصر جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد المصري للريشة الطائرة مع مدير التطوير بالاتحاد الدولي عن القارات الست جون شيرار وأكد مسؤول الاتحاد الدولي رضاهم التام على البنية التحتية التي شاهدوها أثناء بطولة مصر الدولية وحسن التنظيم وهو ما أكد لهم أن الاتحاد الوطني يسير بخطوات مميزة وواسعة وهو ما كان له أثر كبير في اختيار الاتحاد المصري من ضمن 150 دولة للمنافسة على هذه المنحة ثم تم تصفيتها ل 15 دولة قبل فوز مصر بالمركز الأول من أجل تنفيذ برنامج المنحة لتكون مصر هي صاحبة الريادة في أفريقيا والشرق الأوسط مشاهدين انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل